بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في سلسلة شروحات مقرر صناعة القرار في الأعمال اليوم بإذن الله سنبدأ في درس تطبيق استراتيجية حل المشكلات سنتناول إرشادات هامة وبالتأكيد سنوحد لهذه الاستراتيجية في الدرس السابق تحدثنا عن مسار دارة الأعمال وذكرنا من أهم المقررات في هذا المسار وهو مقرر صناعة القرار في الأعمال وتحدثنا عن المدخل في ذلك ذكرنا قصة قصيرة وتناولنا حول المكوك الفضائي الذي انفجر وسبب كارثة وتأكدنا أنه كان بسبب أو نتيجة لقرار وذكرنا أننا في يومنا نتخذ العديد من القرارات سواء قرارات قد تكون مصيرية قد تكون عشوائية قد تكون قرارات حتى على أبسط الأمور كالمأكل والمشرب والملبس كلها قرارات بالتأكيد ستأخذها وذكرنا أيضا حينما يكون الأمر أكبر حينما يتخذ الشخص قرار حول دراسته حول وظيفته مهنته حول علاقاته ومع أصدقائه كل هذه القرارات سيكون لها نتائج وبالتالي سيكون هذا الشخص وحده المسؤول عن هذه القرارات ولو نظرنا على مستوى الأعمال بحكم أن هذا مقرر مرتبط بالأعمال كل قرار يتم اتخاذه من قبل المسؤول بالتأكيد سيكون له أثر وذكرنا العديد من المهن ووظائف حينما يتخذ المعلم قرار خاطئ مع طالب قد يسبب لهذا الطالب بمشاكل سواء في الرسوب وغيرها والعكس صحيح كذلك أيضا حينما يكون قرارة طبيب يقوم بصرف دواء لمريض بشكل خاطئ قد يسبب له أمراض أخرى وبالتالي سيكون هناك كارثة إذن ذكرنا أن هذا المقرر مهم في جميع جوانب الحياة سواء في المهنة أو في الجوانب الشخصية أيضا تحدثنا لماذا ندرس هذا القرار لكي يكون لدينا قرارات مهمة ونعرف كيف يتم اتخاذ القرار سنحدد مصيرنا مثلا من خلال اختيار مساراتنا في المرحلة الجامعية في المهن كذلك في حياتنا العامة وكذلك في المهنة وذكرنا أيضا هذا المقرر يدعم أن يكون لدينا شباب سعوديون خريجون مؤهلين بالمهارات التي تطلبها منظمات الأعمال أو سوق العمل أن يكون قادر على اتخاذ القرارات تحمل المسؤولية أيضا يستسهم في تحقيق رؤية المملكة والتي بدأت باتخاذ العديد من القرارات وأيضا نشاهد ونلاحظ هذه القرارات وأيضا سيكون هذه القرارات في المستقبل بالتأكيد وسيكون شباب أو طلابنا هذا اليوم سيكونهم قادة المستقبل وبالتالي حينما يكون لديهم قدرة على صنع القرار واتخاذ القرار بالتأكيد سنستفيد وستستفيد الوطن منهم بشكل كبير نبدأ في الفصل الأول وهي تحديد المشكلات أو هو تحديد المشكلات تعريفها أهدافنا من هذا الفصل سنكون بإذن الله في نهاية هذا الفصل قادرين على أن نطبق استراتيجية حل المشكلات قادرين على أن نحلل المشكلات قادرين على أن نطور بيانات فعالة تفيدنا في حل المشكلات والتعامل معها كذلك أن نحدد المخاطر ومصادر الخطر وكيف ندير المخاطر إذا كنت تعمل في شركة سواء هذه الشركة كبيرة أم صغيرة سواء كنت باحثا عن عمل فمن المؤكد أنك ستواجه بعض المشكلات وستكون هناك حاجة إلى اتخاذ بعض القرارات الإنسان خلق في كبد هناك مشاكل ستمر بمشاكل قد تكون على مستوى الشخصي على مستوى الأسري على مستوى المنظمة حتى في المدرسة بين زملائك ستحدث بعض المشاكل في الفصل في القاعدة الدراسية في علاقاتك مع الآخرين وحينما نتحق العمل بالتأكيد سيكون هناك مشكلات ستتعرضها لذلك مهم جدا نتخذ قرارات لكي نتجاوز هذه المشكلة ونحول هذه المشكلة إلى قد تكون فرصة إيجابية في التطور في التعلم في الاستفادة على الرغم مشكلات قد تصيبك بإحباط الشخص حينما يتعرض لمشكلة قد يكون متوقع أن يتعرض لمشكلة لكن حينما تقع قد يشعر بإحباط وقد يتضايق من هذه المشكلة وقد تسبب له أكثر من إحباط لذلك قد تسبب له صعوبات إلا أن المفكرين المبدعين والمهنيين الناجحين ينظرون إلى تلك المشكلات على أنها فرصة لتطوير العمل أو الخدمة المقدمة يرى كثير من رواد الأعمال أو حتى الأشخاص المفكرين أن المشكلة ينظر لها بطريقة أخرى ينظر أنها نقطة تحول قد تكون إيجابية لهذه المنظمة ولو نظرنا مثلا في الأزمة الأخيرة وهي أزمة كورونا كانت لبعض الدول نقطة أو بعض الأشخاص نقطة تحول نحن التغيير في الاستراتيجيات في التحول الرقمي والإلكتروني وذلك نتيجة الوقوع في المشكلة والشعور بها أدى إلى فضل أمر واقع وبالتالي قد يكون استفاد منها البعض وقد يكون خسر بالتأكيد منها البعض لدينا حالة هذه الحالة ستستمر معنا في أكثر من درس لنفترض أنك تعمل مساعدا لعمر من هو عمر؟ هو نائب رئيس الشؤون المالية في وكالة تهتم بالسفر والسياحة إذن لدينا أنت وأنت مساعد لمن؟ لعمر وعمر ماذا يعمل؟ نائب لرئيس الشؤون المالية في وكالة للسفر والسياحة وقد واجهتم مشكلة ما هي المشكلة؟ هي ثبات مبيعات الشركة لعدة أشهر كما تعلم الشركات تسعى إلى أن يكون هناك مبيعات مرتفعة شهرا بعد شهر وبالتالي تستفيد من تزايد الأربع لكن الحال لم يتغير وبالتالي حتى مع وصول موسم الذروة الصيفي كان هناك ثبات في المبيعات الشركة قررت لمواجهة هذا التحدي بقرار وهو أن تنشئ مشروع جديد وأسندته لعمر وأسمته مشروع 12 في 12 بمعنى زيادة المبيعات بنسبة 12% قد يكون على مستوى 12 شهر وبالتالي هو قرار من المنظمة لكي تواجه هذه المشكلة دعونا أن تتفكر في هذه الحالة وتستمر معنا بإذن الله هذه الحالة بد أن تبقى في ذهنك وتبقى معنا لكي نطبق عليها درسنا الأول وهو استراتيجية حل المشكلة كي تكون صانع قرار بارز في مجال العمات الجارية ومحترف يجب أن تكون مميز في حل المشكلات إذن ذكرنا المثال وعمر وأنت مساعد له الهدف هو أن تشعر بهذه المشكلة ونبدأ نحلل هذه المشكلة خطوة بعد خطوة الآن أنت لابد أن تكون مميز أو تعرف كيف تتعامل مع المشكلات لكي تستطيع حلها بالتأكيد فإذا أردت أن تكون بارز في أي مجال في العمل لابد أن تكون قادر على التميز في حل المشكلات وهي مهارة بالطبع يمكن اكتسابها يمكن اكتسابها وتطويرها مع الوقت حينما يكون الشخص في المرحلة الثانوية يتخذ قرارات ويطور القرارات ويعمل على اتخاذ القرارات بالتأكيد مع مرور الوقت سيكون لديه القدرة على اتخاذ القرار الصحيح أو الناجح وبالتأكيد ومن شأن ذلك أن يساهم في تحسين ونجاح حياتك المهنية وأن يساعد في سعيك الحصول إلى مراكز ذات همية أكبر في المجال أو في مجال عملك إذن حينما يلتحق الشخص في العمل بالتأكيد سيكون لديه أهداف على المستوى المهنة أن يصبح مسؤول أن ينتقل إلى وظيفة أفضل إلى راتب أعلى كل ذلك سيتم من خلال أدائك وبالتالي الأداء سيكون هناك قرارات سيكون هناك أمور تتخذها وبالتالي لا بد أن تتميز بهذا الأمر ويطلب منك العديد من المهام للقيام بها فإذا كنت متعود من الآن على تحمل المسؤوليات اتخاذ قرارات ومعرفة كيف يتم اتخاذ القرار ودراسة المشكلة وتحليلها بالتأكيد سيكون لديك خبرة مبكرة وبالتالي ستطورها مع تجارب الحياة نتابع الحالة السابقة ونستذكرها ذكرنا أنك تعمل مساعد لعمر وهو نائب رئيس الشؤون المالية إذن نهتم بأمور مالية في وكالة السفر والسياحة المشكلة هي ثبات مبيعات الشركة لعدة أشهر أسند الشركة اللي حل هذه المشكلة بعد دراستها مشروع جديد لعمر وأنت مساعد الله لزيادة المبيعات بنسبة 12% في سياق بالتأكيد سيكون هناك اجتماع حول هذه الأمر كيف نطور كيف نتعامل مشكلة وبالتالي نناقش الأهداف ونوزع المهام بالتأكيد فرق عمل كما ذكرنا منظمات الأعمال هي عبارة عن فرق عمل عمر طلب منك بحكم أنك مساعدا له وضع قائمة إرشادات لحل المشكلات عمر الآن هو مسؤول ولديه مساعد وهو أنت وبالتالي يريد منك أن تساعده وتضع له بعض الإرشادات بحكم أن لديك خبرة في التعامل مع هذه المشكلة إذن يحتاج منك إرشادات تساعده في عملية اتخاذ القرار لكن قبل أن تبدأ في وضع إرشاداتك لابد أن تعرف كيف نتم تفكير في الإرشادات أولا ثقة تامة في قدرتك على حل المشكلات كل إنسان معرض لمشاكل وبالتالي الشخص حينما يكون لديه الثقة بنفسه سيثق فيها الآخرين حينما لا يكون لديه ثقة في نفسه بالتأكيد لن يثق فيه رب العمل أو صاحب العمل كذلك لن يثق فيه المنظفين الآخرين لذلك كلما كان الشخص لديه الثقة الثقة التي لا تتجاوز حدود مثلا التكبر أو حدود الغرور إذن ثقتك بقدرتك وإمكاناتك ومعرفة حقيقة مهاراتك وقدرتك على حل المشكلات ستكون يوما ما جزءا من سوق العمل سواء كنت مدير أو عضوا في فريق فإنك ستواجه المشكلات وستطرح لك ويراد منك اتخاذ قرار أو مساعدة في اتخاذ القرار كحال هذا المثال وبالتالي الموظف المميز أو الموظف المحترف هو الذي يمارس هذا الدور لذلك نستطيع أن نميز الموظف المحترف عن العامل غير المحترف هو من يتخذ أو لديه القدرة على اتخاذ قرارات على حل المشكلات ويوضح ذلك للمسؤول غالبا ما يكون الإشكال أو الصعوبة لدى الموظف الجديد وهو بعدم قدرته على إظهار تميز في حل المشكلات ويظهر ردود فعل تلقائية قد تكون تلقائية نظير عدم وجود الخبرة الكافية يتخذ قرار متسرعة وردود فعل عشوائية دون التفكير لماذا؟ لأنه لديه الخبرة وليس لديه تجارب من تجارب اتخاذ القرارات إلا أن الموظف الفعال هو من يستخدم طرائق منظمة لحل المشكلات قد يكون جديد ولكن لديه تفكير لديه تصور عن التعامل لديه تريد كيف يفكر كيف يخطط قام بقراءة حول اتخاذ قرار وكيف يتخذ قرار والتعامل مع المشكلات وبالتالي يكون لديه طرق واضحة لكي يحل هذه المشكلة ولا يتخذ الأمور بشكل عشوائي أو ردود فعل تلقائي أيضا بعد تثق بنفسك بالتأكيد ستتعرف على المشكلة كيف تتعرف عليها؟ هناك طرائق للتعرف عليها لتلاحظ هل هذه المشكلة تتطور أم تضعف ومتى تقوم بالتدخل السريع لحلها أم لا تتدخل نظير قد يكون هناك إذا تدخلت قد تزيد وبالتالي بعد أن تتعرف عليها بالتأكيد سيكون لديك تصوره كامل فإن المشكلة بفقا لما ورد في المعاجم هي المسألة غير المحسومة أو مسببة للضغط أو المشقة إذن لا نعرف كيف نتعامل معه نحن قد لا نكون وضعنا هذا الأمر في الحسبان قد تكون مفاجئة غير متوقعة وقد تكون متنبأة لكن لا نعرف متى تبدأ وكيف تبدأ ومن أين تبدأ وتعتبر المشكلة في المنظمة عقبة تقف في طريق تحديد الهدف المنشود كل شخص لديه هدف يريد أن يحقق تريد أن تخرج مرحلة ثانوية تريد أن تحقق معدل مرتفع كذلك المنظمة تريد أن تحقق مبيعات مرتفعة تريد أن تتوسع في المنتجات فأي عقبة أو حاجز يمنعهم من حصول إلى هذا الهدف إذن تنظر لها أنها ماذا؟ مشكلة وبالتالي بصورة أوضح فإن الفرق بين الوضع الحالي والوضع الذي تريد الوصول إليه على سبيل المثال دعونا نأخذ هذا المثال إذا كنت تريد أن تبيع بحكم هذه المنظمة في وكالة السياحة أو تتوقع أن تبيع مئة رحلة سياحية كل شهر وأنت تبيع خمسون رحلة هل نواجه مشكلة هنا؟ بالتأكيد نحن لم نصل إلى الهدف وصلنا إلى خمسون بالمئة من هدف إذن نحن في مشكلة الوضع المرغوب هو مئة والوضع الحالي خمسون إذن هناك فجوة وبالتالي نحن بالتأكيد في مشكلة حد الطرق لحل المشكلات هناك طرق عامة يتبعه كثير من الناس وهي الاعتماد على الحدث وطريقة أخرى هي الطريقة القياسية دعونا نتعرف عليه الاعتماد الحدث والطريقة القياسية في الطريقة الاعتماد الحدث أو ما يسمى بالطريقة البديهية تعتمد على خبرتك السابقة كلما كان لديك الخبرة السابقة كما ذكرنا لذلك من المفيد أن يتعرض الطالب للعديد من الخبرات حينما يلتحق بالأنشطة المدرسية الصفية لصفية يقوم بالتطوع في مجال يحبه بالتأكيد يتخذ قرارات ويتعامل في الحي في المنزل يقوم بأعمال سيكون لديه خبرة متراكمة حينما ننظر إلى شخص لا يريد المشاركة مع المجتمع مع أفراد الأسرة مع المدرس مع المدرسة ولا حتى تطوع في مثلا في الحي في مسجد الحي في غيره سيكون ضعيف الخبرة وليس لديه القدرة في التعامل المستقبلا مع المواقف الحياتية وبالتالي حينما يكون لديك خبرة سيكون ردود الفعل لديك أفضل حينما تفتقد هذه الخبرة وتتمثل عادة في رد فعلك المبدئي جراء أو إزاء هذه المشكلة أو السؤال وعند مواجهة المشكلة ما بهذه الطريقة تجد نفسك تتجاوب معها تلقائيا كما ذكرنا بحكم الخبرة التي لديك دون اتباع إجراء معين لأن لديك طريقة بداهية أو بديهية وهي الحدث من هذا الموقف وهي قد تكون مناسبة ليس بالضرورة أن يكون الأمر لابد أن تبحث وتحلل قد يكون الأمر يحتاج إلى السرعة والارتجال فمثلا كمثال نأخذ هذا المثال انتظار العملاء طويلا سواء الحصول على خدمة كتيبات برحلة ما فإنك تستطيع حل هذه المشكلة عن طريق توفير كتيبات إضافية بمثلا لديك أكثر من موظف لخدمة العملاء تقوم بإضافة موظف آخر إذن هي طريقة بديهية وتقوم فتح مسار جديد لهؤلاء الانتظار الطويل لذلك هي طريقة بديهية وسريعة في التعامل ولكن قد لا تناسب بعض المشاكل هناك مثلا المثال الذي ذكرنا هي ثبات المبيعات إذا نظرنا إلى حدث عمر أو طريقة بديهية قد مثلا يرى أننا نزيد الموظفين ومبيعات قد يكلف الشركة تكاليف كبيرة وقد تكون المشكلة من خارج القطاع ليس من المنظمة وبالتالي لابد أن يكون هناك طريقة قياسية وهي الطريقة الأخرى إذن الطريقة الاعتمادة للحدث أو البديهية تأتي لبعض المشاكل وتكون مجدية لبعضها وقد لا تكون مجدية لبعض المشكلات الطريقة القياسية كما ذكرنا هي الطريقة الأخرى وتساعدك على حل مشكلات من خلال خطة منظمة الأمر يتم من خلال خطة منظمة وتصل بك إلى حل منطقي وعقلاني بناء على التحليل وهذا الحل سيكون مناسب للمشكلات والمواقف الأكثر تعقيدة وبالتأكيد هي التي تنطوي على كثير مخاطر دائماً كلما تعقدت المشكلة كلما كان مخاطرها أكبر واحد سبل حل هذه المشكلات عفواً يكمن في الاستعانة بحلول سابقة وتطبيقاتها على الوضع الحالي ننظر إلى السابق ننظر إلى التاريخ ننظر إلى المواقف مشابهة نبدأ نقرأ هذه المواقف نستفيد بعد ذلك نقوم بمحاولة حل هذه المشكلة وذلك نضير التجارب أو تجارب الآخرين فعلى سبيل المثال مثلاً تتمثل إحدى طرق البدء في حل المشكلة مثلاً خفاض المبيعات التي ذكرناها في هذا الموقف في وكالة سفر فهو دراسة الحاملات الإعلانية التي ساعدت على ماذا؟ زيادة المبيعات في الماضي إذن عمر ومساعده أنت قد يكون من المناسب أن تنظر إلى شركة منافسة أخرى شركة قامت ب أو لديها مبيعات متزايدة تنظر كيف ساهمت الحملات هل قاموا بحملات؟ هل قاموا بخطوات أخرى؟ تنظر في مشكلتهم تحللها وبعد ذلك تسقطها على الوضع الذي تعيشه هل هذا الوضع مشابه للوضع الذي أنت فيه؟ وبالتالي تحلل ومن ثم تدرس الجوانب بعد ذلك ستخرج بنتائج هنا سيكون الأمر قياسي ومنطقي وعقلاني مدعوما بالتحليل والأرقام أيضا من الأشياء المهمة أو للإشهادات اتخذ القرار أو اتخذ القرارات قد تقوم بالتحليل تقوم بالتفكير واثق من قدراتك وإمكاناتك لكن لا تتخذ قرار إذن لن تحل لهذه المشكلة أو لن يكون هناك حل لهذه المشكلة وبالتالي يكمن جزء كبير منها مشكلات في اتخاذ القرارات المؤثرة قد تكون والقرارات هي اختيارات تقوم بها من بين عدة الخيارات أو البداية إذا كان لديك أكثر من خيار سيكون لديك الاختيار لكن حينما يكون لديك خيار واحد فقط إذن لن يكون هناك اتخاذ القرار حينما يكون لديك اختيار مثلا زيادة المبيعات زيادة العمل على الحملات الإعلانية زيادة الموظفين إذن هذه الخيارات كيف تتخذ قرار مناسب بناء على كما ذكرنا التحليل وبالتالي اتخذ قرارات قد تكون مؤثرة وكذلك يعرف القرار بمشكلة تحتاج إلى حلول عبر تطبيق تقنيات حل المشكلات للوصول إلى الحل المناسب وأثناء قيامك بتطوير مهاراتك في حل المشكلات فإن قدرتك على اتخاذ القرار تتطور بشكل طبيعي كما ذكرنا التجارب مع التجارب سيخلق لديك تصور وبالتالي ستكون قدرتك وستلاحظ قدرتك على اتخاذ القرار والتفكير بشكل سريع والمنطقي والتحليل نظيرا لديك تجارب سابقة كلما كان لديك تجارب وتخذ تجارب حياتية موقفية معرفية علمية سيكون لديك بالتأكيد تطور في هذه المهار دعونا نأخذ إرشادات بشكل مبسط عن ما يجب فعله وما لا يجب فعله أثناء تطبيق استراتيجية أولا كما ذكرنا الثق بقدراتك على حل المشكلة كن واثق من قدرتك على مشكلة لا تستسلم بسهولة إذا لم تنجح أحد الأفكار كما ذكرنا المشكلة وضع غير مرغوب أو خطير أو قد يكون مجهول حينما اتخذ قرار واحد أو حل واحد وتستسلم قد تخسر الكثير وبالتالي لو كان الأمر سهل كان باستطاعة لكل التعامل مع المشكلات لذلك لا بد أن تعمل ولا تستسلم من المحاولة الأولى كذلك تعرف على المشكلة قد يكون لديك تصور مبدئي وتتعامل معه بشكل دائم إذن لا بد أن تعرف لا تنظر إلى الأمور بشكلها الظاهر قد يكون هناك مشكلة باطنة ما يظهر لديك هو العرض فقط وبالتالي لا بد أن تتعرف على المشكلة بشكل أكبر انظر لهذه المشكلة كفرصة لإيجاد الحلول المبتكرة وأيضا حدد المشكلة ثم أعد تعريفها أيضا ما لا يجب فعلا أنك تتجاهل المشاكل لا بد أن تنظر المشكلة حتى لا تتفاقم لا تلتزم كما ذكرنا بفكرتك المبدئية حلل واجه ابحث اطلب مساعدة من زملائك كما ذكرنا في مثالنا مع عمر ومساعده أيضا اتبع الحدث ليس معنى أن الحدث غير مهم الحدث قد يكون مهم لذلك الموظفين المويزين كلهم قد يكون لهم تصور ولديهم رؤية نظير المواقف لكن لا تعتمد عليه دائما وأبدا في جميع المشاكل كما ذكرنا وخصوصا المعقدة اتبع طرائق منهجية راجع المشكلة لا تترك الأمر إلى الضنون وإنما تراجع وتعد النظر فيها تبحث عن مشكلة أو تنظر لها من زوايا أخرى مثلا كما ذكرنا من حيث المستهلك تنظر كأنك مستهلك لماذا لم أتي مثلا إلى هذه المنظمة تنظرها من الموظف لماذا المبيعات ثابتة تنظرها من المسؤول إذن من عدة زوانب لكي يكون لديك تصور أيضا لا تعقد الحلول قد يكون لديك حلول لكن تحتاج إلى مزيد من القدرات ومكانت بالتالي أصبحت هذه الحلول تولد مشاكل أخرى كذلك لا تسعى إلى استنتاجات اعتمد على الحقائق لا يكون لديك استنتاج غير ببني على الحقائق إذن اعتمد على الحقائق في حل أو في تطبيق استراتيجيك حل لمشكلات أيضا اتخذ قرار ضع في اعتبارك جميع البدائل كيف اتخذها هناك البديل الأول الآخر الثاني الثالث وهكذا ثق بحدثك قد يكون حدثك مهم وقد يكون ذلك الخبرة نظير تعاملك عن مشكلات سابقة ولكن الحقائق أهم من الحدث الحقائق الموجودة المثبتة أهم من الحدث كذلك لا تتخذ قرارات متهورة وبالتالي قد تسبب مشاكل أكبر وبالتالي حل هذه المشكلة قد يسبب خطر على المنظمة أكبر من الخطر المشكلة الأولى كذلك على مستوى حياتك الشخصية قد تتخذ قرار يؤثر أكثر من قرار الأول مشكلة الأولى كذلك لا تتشكك في قدراتك إذا شعرت أنك تخذت القرار الصحي إذن حينما يشكك الشخص قد يتعرض إلى الوساوس والمشاكل وبالتالي قد لا يصل إلى حل منطقي إلى هنا أعزائي الطلاب والطالبات نكون انتحينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته